السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم من منصة البس المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم معاكم باسمها محمد إن شاء الله النهاردة يا ولاد هنبدأ مع بعض أولى حلقات المنهج الجديد منهج الترمي التاني معنا المفهوم الأول الأجهزة والطاقة في بداية كل حصة لازم نتعلم ونتعرف على نواتج التعلم بتاعتنا عايزك كده في نهاية الوحدة تكون قادرة على إيه؟ عايزك تكون قادرة إنك تقدر تستعين بمعرفتك السابقة لتفسير تغير صور الطاقة عند انتقالها من مكان إلى مكان آخر كمان يا ولاد محتاجين إن إحنا نصنف مدخلات ومخرجات الطاقة وأخيراً إنك تقدر تتعاون مع التلاميذ زميلك في قراءة النماذج اللي بتصف تحول الطاقة داخل السلسلة تعالوا بقى مع بعض نشوف أول نشاط معنا وهو نشاط هل تستطيع الشرح وزي ما تعودنا من الترمي الأول إن نشاط هل تستطيع الشرح بنبتدي نسترجع فيه بعض المعلومات الأساسية اللي احنا نعرفها عن الدرس بتاعنا أخذنا كده مفهوم الطاقة في الترمي الأول وهو القدرة على بازل شغل وقلنا يعني إيه القدرة على بازل شغل؟ يعني مثلاً أنا لو حركت شيء أو أي حاجة من مكانها إلى مكان آخر أنا كده بازلت شغل طب عشان أقدر أبزل الشغل محتاجة لإيه؟ محتاجة للطاقة أنا كإنسان يا أولاد بجيب الطاقة بتاعتي منين؟ بجيب الطاقة بتاعتي من الغذاء؟ الغذاء بيتخزن جوايا في صور الطاقة كيميائية فبالتالي أبتدي أستخدمها بعد كده في بازل أي شغل طب يا ترى الطاقة دي ليها صور؟ إحنا أخذنا برضو في الترمي الأول بعض من صور الطاقة عندي الطاقة دي ليها صور كتير جداً منها الطاقة الضوئية، الطاقة الكهربية، الطاقة الوضع، الطاقة الحرقية، الطاقة الصوتية ليها الطاقة حرارية، ليها أشكال كتيرة جداً هناخد ونركز مع بعض النهارده ونشوف الطاقة الضوئية ايه هي الطاقة الضوئية هنقول هي احدى صور الطاقة اللي بنقدر نحصل عليها من الشمس او المصباح الكهرابي هنلاحظ كده ان الشمس يا ولاد بتدينا تملي نوعين من الطاقات المهمة جدا لحياتنا على كوكب الارض الطاقة الضوئية والطاقة الحرارية كمان كمان المصباح الكهرابي يا ولاد اللي من صنع الانسان بنبتدي نحصل منه برضو على الطاقة الضوئية كمان نوع من الطاقات يا ولاد اللي هنبتدي ندرسها مع بعض الطاقة الكهربية. والطاقة الكهربية هي احدى صور الطاقة اللي ممكن نستخدمها في تشغيل الاجهزة الكهربية اللي عندينا مثلا في المنازل. عن طريق ايه? عن طريق ان الطاقة دي بتبتدي تتغير او تتحول من صورة الى صورة اخرى خلال الاجهزة التكنولوجية المختلفة. فمثلا انا عندي السلاجة اللي قدامي دي اولاد لو راحزنا كل البيوت عندنا فيها تلاجة. طب التلاجة دي ايه الطاقة اللي هي بتشتغل بها? احنا محتاجين اي جهاز نبتدي نستخدمه محتاج لطاقة. مفيش جهاز هيشتغل من غير طاقة. طيب الطاقة اللازمة لتشغيل الجهاز. يا طرى الطاقة دي اسمها ايه? او احنا بنلاحظ كده ان احنا بنحط الفيشة في القابس عشان يبتدي يستمد او ياخد الطاقة الكهربية وتبتدي التلاجة تشتغل. يبقى انا هنا بحتاجة للطاقة الكهربية عند تشغيل السلاجة. طيب الطاقة بقى اللي هتخرج من التلاجة اللي انا محتاجها من التلاجة. الطاقة دي طاقة ايه? الطاقة الحرارية. طيب لو نشوفنا الخلاط اللي قدامي ده نفس الكلام يا ولاد هنلاحظ ان الخلاط الكهربية برضو بيستهلك بياخد الطاقة الكهربية وبيبتدي يديني انواع تانية مختلفة من الطاقات. وليكن الطاقة الحرقية اللي بتبتدي تحرك المروحة الصغيرة اللي في الخلاط عشان نبتدي نطحم بها التوابل بتاعتنا او اي شيء عندي في المطبخ بتاعي. طيب كمان بيديني طاقة صوتية بلاحظ كده ان الخلاط وهو بيشتغل بيديني نوع من الطاقة الصوتية صوت كده بسمعه عند تشغيل الخلاط. كمان لما بفصل الخلاط يا ولاد وابتدي المسه بلاحظ ان هو سخن. يعني طاقة ايضا طاقة حرارية. كل زي ما احنا شايفين كده في الاجهزة اللي قدامنا كل جهاز من الاجهزة دي بتبتدي تحصل على نوع من الطاقة عشان تقدر تشتغل وبعدين الطاقة دي بتبتدي تتغير في الجهاز وينتج عنها نوع من الطاقات الاخرى. تعالوا بقى نشوف مع بعض دلوقتي مثال لتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كهربية في حاجة اسمها الالواح الشمسية. انا وليكن عندي دلوقتي الهاتف المحمول بتاعي. وفصل شحن. طب انا هعمل ايه? هبتدي ممكن اشحنه عن طريق الالواح الشمسية. طب بتعمل ايه الالواح الشمسية دي? من اسمها? الواح شمسية. هتبتدي تستمد من ضوء الشمس الطاقة الضوئية. انا قولنا الشمس بتديني نوعين مهمين من الطاقات. الطاقة الضوئية والطاقة الحلالية. الالواح الشمسية هتاخد الطاقة الضوئية بتاع ضوء الشمس وتبتدي تحولها الى طاقة كهربية. الطاقة الكهربية هنا انا اقدر استخدمها في شحن مين? في شحن الهاتف المحمول بتاعي. يبقى ده مثال لتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كهربية باستخدام الألواح الشمسية. كمان عندي أولاد عشان نعرف الألواح الشمسية دي بتصنع من ايه? هي بتصنع من مواد معينة مسؤولة عن انتصاص ضوء الشمس ويبتدي بقى الألواح الشمسية زي ما احنا قلنا بتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية. بتستخدم بقى الطاقة الكهربية الناتجة دي من الألواح الشمسية في تشغيل العديد من الأجهزة المختلفة. وليكن زي ما شفنا في المثال بتاعي الهاتف المحمول. فبيسألني سؤاله بيقول لي ما تحولات الطاقة اللازم حدوثها لضوء الشمس لكي تستطيع تشغيل الهاتف المحمول. انا ازاي اخد ضوء الشمس دي يا ولاد وشغل بي الهاتف المحمول بتاعي. يبقى انا لازم استخدم هنا اداة او جهاز يحول ضوء الشمس ده إلى طاقة كهربية. لأن الهاتف المحمول بيحتاج إلى طاقة قهربية لشحنه. يبقى اقدر اقول دلوقتي ان بتتحول الطاقة الضوئية للشمس إلى طاقة قهربية من خلال استخدام الألواح الشمسية المتصلة بمين؟ المتصلة بالهاتف المحمول بتاعي. يبقى كده عرفنا دور الألواح الشمسية في تحويل الطاقة الضوئية للشمس إلى الطاقة القهربية. رقم اتنين عندي في نشاط تساءل كعالم هيكلمني عن الطاقة في السيارات اللعبة اللي بيتم التحكم فيها عن بعض. يعني ايه؟ كتير من الأولاد عندي في الفصل يا أولاد سألتهم انت عندك عربية او طيارة بتقدر تتحكم فيها بالرمود بتاعك من على بعد. قال لي اه يا ميس انا عندي واحد قال لي انا عندي طيارة. اه واحد قال لي انا عندي اه عربية. طيب قلتلو ازاي بتتحكم فيها. قال لي يا ميس انا بمسك الرمود وببتدي اتحكم فيها من غير ملمس العربية بتاعتي خلص. يبقى كده بيقدر يتحكم فيها عن بعض. طيب العربية او الطيارة اللي انا بقدر اتحكم فيها من على بعد محتاجة لطاقة عشان تقدر تتحرك. طيب ايه الطاقة بتاعتها دي؟ هتجيبها منين؟ اكيد هتجيبها من نوع معين من البطاريات. تعالوا كده نشوف معايا مثال للطاقة في الالعاب. بيقول لي يمكن التحكم في العديد من الالعاب بتاعتي عن بعض. زي السيارات زي الشاحنات زي الطائرات اللعبة كلها بتعمل من على بعض. وبتحتاج لطاقة عشان اقدر احركها. احركها مثلا ان انا عمل لها دوران. احرك الازرع بتاعتها. اشغل الكاميرا بتاعتها. يعني اتحكم في العربية ككل. طيب. انا هنا هستخدم البطارية كمصدر للطاقة اللي هتبتدي تحرك الالعاب بتاعتي. طب تعالوا نشوف البطاريات دي اللي بتوضع داخل الالعاب كمصدر للطاقة اللي بيحصل فيها بالزبط. رقم واحد عندي او الخطوة رقم واحد زي ما احنا شايفين دي نوع من انواع البطارية الصورة دي. بيقول لي عند تشغيل السيارة اللعبة البطارية هنا بتحتاج على طاقة ايه؟ بيكمن فيها او بيخزن فيها طاقة اسمها الطاقة الكيميائية. يبقى البطاريات نوع البطاريات اللي بيخزن الطاقة بيخزنها في صورة الطاقة كيميائية. تمام؟ طيب البطارية دي لما تخزن الطاقة الكيميائية هتحول هالي الى طاقة ايه؟ احنا قلنا الالعاب محتاجة لطاقة كهربية. يبقى البطارية هنا هتحول الطاقة الكيميائية المختزنة داخلها الى طاقة مين؟ الى طاقة كهربية. طيب هتتحول ازاي؟ هتبتدي بقى تتضفق في رقم اثنين تتضفق الطاقة الكهربية من احد جوانب البطارية الى الجانب الاخر. يعني ايه؟ يعني هيخرج مسلا هنا الطيار الكهربية او الكهربة هتبتدي تتضفق من الطرف ده لغاية لما توصل الى الطرف الاخر. طيب رقم ثلاثة. رقم ثلاثة قال لي بتستهلك السيارة اللعبة الطاقة الكهربية. خلاص هي كده الو الطاقة الكهربية بدأت توصل لللعبة بتاعتي. طيب يبتدي بقى اللعبة بتاعتي تبتدي تستهلكها وبتبتدي بقى تتحول الى طاقات تانية على حسب نوع العربية بتاعتي. يعني اولا العربية هتتحرك يبقى الطاقة الكهربية هنا اتحولت الى طاقة حركية. طيب العربية بتاعتي بتعمل اسوطات وهي ماشية. يبقى الطاقة الكهربية اتحول جزء منها برضو الى طاقة صوتية. طيب نتيجة حركة العربيات او نتيجة استخدمة استخدام الاجئزة الكهربية عموما يا ولاد بينتج منها جزء من الحرارة. والدليل ان انا لو لمست اي جهاز كهرابي بعد تجريله وبعد فصله من الطيار الكهربي بلاحظ انه هو سخن يعني انطلق منه طاقة حرارية اثناء التشغيل عندي بقى رقم اربعة بيقولي عند نفاذ شحن البطارية البطارية لو شحنها خلاص خلص يمكن اعادة شحنها تاني بتوصلها بالشاحن او استبدالها ببطارية جديدة هنا نلاحظ يا ولاتين فيه نوعين من البطاريات بطارية لما بيرفز الشحن بتاعها بابتدي بستبدلها تماما ببطارية جديدة وفيه نوع من البطاريات ان لما بينفز الشحن بتاعها بابتدي اعمل لها اعادة شحن تاني زي بطارية الموبايل هل بطارية الموبايل بتاعتي لما الشحن بتاعه بيخلص والموبايل بيفصل ما بيشتغلش عشان يشتغل ابتدي احطه في الشاحن عشان يشحن طاقة تاني ويحولها الى طاقة ايه الى طاقة كهربية ويبتدي بقى يحولها للموبايل بتاعي الى نوع من انواع الطاقات التانية زي الطاقة الضوئية والطاقة الصوتية والطاقة الحرية يبقى انا اطلع ان انا عندي نوعين من البطاريات بطارية يمكن اعادة شحنها مرة اخرى وبطارية بينفز شحنها فبضطري ان انا استبدلها ببطارية جديدة عندي في نشاط ثلاثة حل الكعالم وهنتكلم فيه عن عربة استكشاف المريخ طبعا احنا عارفين ان كوكب المريخ هو كوكب الرابع بعدا عن الشمس يبقى انا عندي الشمس بيدور عليها بيدور حواليها مجموعة من الكواكب كوكب عطاري او كوكب الزهرة كوكب الارض واخيرا واو بعد كوكب الارض كوكب المريخ طبعا فيه كواكب اخرى بعد المريخ ولكن احنا هناخد كوكب المريخ هنا الكوكب الرابع بعدا عن الارض المسافة اللي بين كوكب الارض وكوكب المريخ ياولاد مسافة كبيرة جدا 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 ما بتقلش عن 54 مليون كيلو متر وأظن المسافة دي بعيدة جدا 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 طيب بعد المسافة ده ممكن يعمل ايه ممكن يقوى الحاجة بيعمل طول في زمن الوصول المركبة الفضائية اللي هتوصل من الأرض إلى المريخ ودي بتاخد حوالي 6 أشهر أو أكتر للوصول يبقى 6 أشهر عشان بس يطلعوا من الأرض إلى المريخ وأكيد طبعا 6 أشهر تاني عشان تنزل من المريخ إلى الأرض ده غير المدة اللي هيستغرقوها فوق عشان يبتدوا يكتشفوا المريخ يبقى هنا المسافة الكبيرة دي هتعمل طول في زمن الوصول اللي هتستغرق فيه المركبة الوصول إلى كوكب المريخ رقم 2 برضو بعد المسافة ده هيعمل صعوبة في إرسال البشر طبعا هنا مش هينفع إن أنا أطلع المركبة بتاعتي معاها بشر إحنا قلنا هتاخد حوالي 6 شهور عشان توصل بس لكوكب المريخ ونفس المسافة عشان تنزل تاني الكوكب الأرض ومسافة تانية برضو عشان يستكشفوا فيها كوكب المريخ طبعا ده بيصعب على أي بعثة استكشافية إنها تقدر تتحمل طول المسافة دي كلها طيب هنعمل إيه؟ إحنا محتاجين نستكشف المريخ نستكشف هل عليه حياة هل عليه سخور هل عليه أي حاجة عايزين يستكشفوا كوكب المريخ فبيعتمدوا على إيه؟ قالوا خلاص إحنا هنعتمد إن إحنا نعمل مركبة فضائية أو روبوت والروبوت ده هنبتدي نشغله ونتحكم فيه من على بعد زي ما كنت إنت بتشتغل وبتتحكم في اللعبة بتاعتك اللعبة بتاعتك للعربية أو الطيارة أو السيارة أي لعبة عندك عن بعد عن طريق الرموت برضو إحنا باستخدام التكنولوجيا الحديثة ممكن نعمل روبوت والروبوت ده هو المسؤول إن يطلع ويوصل للمريخ ونبتدي إحنا نتحكم في الروبوت ده وإحنا موجودين على كوكب مين؟ على كوكب الأرض من إحدى العربيات أو من إحدى العربيات الاستكشافية اللي استكشفت كوكب المريخ كان عربة اسمها عربة استكشاف المريخ كايروسيتي ودي أحد أشهر الروبوتات اللي انتقلت على صابح مين؟ على صابح المريخ العربة زيها زي أي جهاز محتاج إلى طاقة طيب الطاقة اللي هيستخدمها هي إيه؟ الطاقة اللي هيستخدمها هي طاقة كهرابية طيب أنا عايزة أشغاله بالطاقة كهربية هشغاله إزاي بالطاقة كهربية بتاعتي؟ هل مثلا أحط فيشا هنا من على الأرض ويطلع بيها للمريخ؟ أكيد لا مش هينفع طيب هنعمل إيه؟ في أولاد عندي قالولي إحنا ممكن نستخدم بطاريات زي بطاريات اللعبة طيب ما البطاريات دي مش هستقدر تستحمل المدة الكبيرة في زمن الوصول والمدة الكبيرة في زمن إيه؟ إنها هترجع تاني إلى كوكب الأرض فإحنا ممكن نعمل بطاريات بس البطاريات دي مش هتخلص بسرعة يا أولاد البطارية دي هتستحمل المسافة الكبيرة اللي بين كوكب الأرض وبين كوكب المريخ وهنسميها بطارية طويلة الأمد لبقى أنا ممكن أستخدم بطاريات تقدر تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية لتشغيل عربة كيروسيتي طيب أنا ممكن أستخدم حاجة كمان غير البطاريات طويلة الأمد إحنا تكلمنا عن الألواح الشمسية وعرفنا الألواح الشمسية دي من دورها إنه هو بتحول ضوء الشمس إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة كهربية إذن عشان أقدر أقدر أوصل طاقة كهربية إلى عربة استكشاف المريه كيروسيتي أنا ممكن أستخدم طريقتين يأم أستخدم بطاريات طويلة الأمد تقدر تستحمل المسافة الكبيرة في الطلوء في الزهاب والإيهاب أو طريقة الألواح الشمسية تمام يا أولاد؟ طيب يبقى هنا هقدر عرفنا الطريقتين اللي هقدر أتحكم فيه أو أقدر أمد العربية بتاعتي بهم بالطاقة كهربية عن طريق البطاريات طويلة الأمد أو الألواح الشمسية تعالوا كده لو أنا استخدمت بطارية طويلة الأمد زي ما إحنا شايفين كده قدامي البطارية إحنا اعتمدنا أن هي بتحتوي أو بتخزن طاقة إيه؟ طاقة كيميائية طب الطاقة كيميائية دي بتتحول إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة كهربية الطاقة الكهربية هتبتدي تستهلكها العربة وتحولها إلى نوعين من الطاقات إلى الطاقة الحركية لما العربية تبتدي تتحرك وكمان لنوع تاني من الطاقة اسمه الطاقة الحرارية زي ما شفنا كده مع بعض إزاي عربة كيروسيتي بتستخدم بطارية طويلة الأمد تعالوا بقى في نشاط أربعة يا أولاد قيم كعالم وهنتكلم فيه ما الذي تعرفه عن الأجهزة والطاقة إزاي الأجهزة بتعمل؟ إحنا قلنا إن الجهاز أي جهاز مش هيعمل إلا بالحصول على الطاقة الطاقة اللازمة لتجريره هنا بتحتاج الأجهزة إلى الطاقة عشان تعمل مديني بعض الأمثلة زي مجفف الشعر للسشوار الغسالة الكهربية السلاجة بتاعتي عادة كل الأجهزة بتاعتي بتتحول الطاقة إلى طاقة أخرى عند استخدام تعالوا كده مثلا لو نشوف مجفف الشعر السشوار هنقول الطاقة اللي بيستهلكها الطاقة الدخلة ليه إحنا بنعمل إيه أول ما نمسك السشوار أو المجفف بنحط الفيشة بتاعته في القابص طب أنا بحط الفيشة بتاعته في القابص ليه؟ عشان أحصل على الطاقة الكهربية يبقى كده الطاقة الدخلة للجهاز بتاعي اسمها الطاقة الكهربية طيب الطاقة اللي بتخرج بقى من مجفف الشعر يا أولاد لأ ده أنا عندي كذا نوع من الطاقات وبسميها طاقة ناتجة أو خارجة عن الجهاز زي مين؟ أولا بيديني طاقة حرارية عشان تبتدي تجفف أو تنشف الشعر كمان بيحدث صوت أثناء استخدام مجفف الشعر يبقى ده نوع تاني من الطاقات طاقة حرارية طاقة صوتية وكمان في مروحة صغيرة بتلف جواه يا أولاد فدي برضو بتديني طاقة حركية يبقى هنا عارفنا الطاقة الدخلة للجهاز هي ايه نوع والطاقة الخارجة من الجهاز هي ايه نوع تعالوا كده نشوف مع بعض المخطط اللي قدامي ده هيوضح الفكرة أكتر أنا عندي استشوارة هو يا أولاد هبتدي أشغله أحط الفيشة بتاعته زي ما قلنا في القابس عشان أحصل على الطاقة الكهربية ودي تعتبر طاقة دخلة أو مدخلات للمجفف بتاعي هيبتدي المجفف نفسه بقى يحول الطاقة الكهربية دي إلى تلات أنواع من الطاقات طاقة حرارية وطاقة صوتية وطاقة حركية التلات أنواع من الطاقات دولة بسميهم الطاقة النتجة أو المخرجات كد بالك تعالوا بقى نعرف يعني ايه طاقة دخلة ويعني ايه طاقة خارجة طاقة مدخلات وطاقة مخرجات الطاقة الدخلة يا أولاد هي الطاقة المستهلكة في الجهاز عشان يقدر يعمل مستهلكة يعني الجهاز بيبتدي يستهلكها عشان يقدر يشتغل ويعمل بكافئة الطاقة الخارجة يا أولاد هي الطاقة اللي بينتجها الجهاز أثناء تشريه يعني بعد ما بشغل الجهاز الطاقة اللي بتخرج منه يبقى دي اسمها الطاقة الطاقة الخارجة أو طاقة المخرجات تعالوا بقى نشوف أمثلة عديدة على تحولات الطاقة أنا جايبا لكم هنا مثل وليكن أنت غسالة القهربية الغسالة القهربية هنا يا أولاد الطاقة الدخلة المستهلكة اللي هتستهلكها الغسالة اسمها طاقة كهربية لأنها اسمها غسالة كهربية يعني بتشتغل بالكهرباء يبقى الطاقة الدخلة هي الطاقة الكهربية طيب الطاقة الكهربية هتبتدر غسالة تستهلكها وتحولها إلى أنواع من الطاقات الغسالة أنا براحز إن إيه بتلف بتتحرك يبقى هتديني طاقة إيه؟ طاقة حرقية ماشي طيب لما الغسالة بتشتغل أنا بس معليها صوت يبقى هتبتدي برضو جزء من الطاقة القهربية دي هيتحول إلى طاقة صوتية وإحنا قلنا أي جهاز قهربي أولاد بينتج عنه حرارة إذن عندي هتتكون أو هينتج طاقة حرقية طاقة صوتية وطاقة حرارية طب لو جينا السيارة اللعبة السيارة اللعبة بتاعتي بتشتغل بنوع من البطاريات يبقى هنا البطارية بتحتوي على طاقة كيميائية تبتدي الطاقة كيميائية تتحول إلى طاقة كهربية عشان العربية تبتدي ايه؟ تتحرك لما العربية تبتدي تتحرك معناها أن الطاقة دي تحولت إلى طاقة حرقية العربية بتعمل صوت يبقى جزء من الطاقة دي تحول إلى طاقة صوتية العربية سخنت هنلاحظ أن جزء برضو من الطاقة تحول إلى الطاقة الحرارية. وهكذا المكواة بتاعت يا ولات المكواة الكهربية برضو بتشتغل او الطاقة الدخلة لها طاقة المدخلات هي الطاقة الكهربية وهتبتدي المكواة تسخل فهتديني او هينتج عنها الطاقة الحرارية. زي ما احنا شفنا كده بعض الاجهزة اللي انا على طاقة لكم بتتحاول لازم يكون فيه طاقة دخلة والطاقة الدخلة دي الجهاز بيبتدي يحولها الانواع عديدة من الطاقة. تعالوا بقى في نشاط خمسة حل الكعالم وهنتكلم فيه عن سلسلة صور الطاقة. احنا عارفين ان مصاري الطاقة وتحولتها بينتج معظم الطاقة اللي بنستخدمها داخل الشمس. ولكن كيف تصل هذه الطاقة الى الاجهزة? يعني هنعتبر ان الشمس هنا يا ولاد مصدر الطاقات. مصدر معظم الطاقات على الارض هي هتكون الشمس وغنعرف ازاي مع بعض. هنبتدي نوضح مع بعض مصاري انتقال الطاقة من المصدر الى الاجهزة المختلفة خلال سلسلة من صور الطاقة. واحنا عارفنا مسبقا في الترمي الاول ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم لكن بتتحول من صورة الى صورة اخرى. هنستخدم هنا الاسهم في سلسلة صور الطاقة عشان اقدر اعبر عن مدخلات ومخرجات الطاقة. يبقى ما اجعرف ايه هي سلسلة صور الطاقة? هقولك هي عبارة عن مخطط يوضح مصاري الطاقة وتحولاتها من صورة الى صورة اخرى في خطوات متكلمة. تعالوا ناخد امثلة مع بعض عشان نفهم اكتر عن سلسلة صور الطاقة. احنا اتكلمنا وقلنا كانسان بيحصل على الطاقة بتاعته عشان نقدر نتحرك ونقوم بالانشطة بتاعتنا عن طريق تناول الطعام. تعالوا بقى نشوف ازاي سلسلة صور الطاقة لما الانسان بيتغزة ويأكل مثلا فواكه او نباتات او خضروات. هبتدى اقولك هي النباتات والخضروات دي بتجيب الطاقة بتاعتها منين? بتجيب الطاقة بتاعتها من الشمس. النبات يا ولاد بياخد طاقة ضوء الشمس ويبتدى يحولها الى طاقة كيميائية عشان يقدر ينمو ويكبر. يجي الانسان يأكل يتغزة على او يتناول الخضروات والفواكه والنباتات دي يا ولاد فبيحصل على الطاقة الكيميائية اللي كانت مختزنة في الطعام. الطاقة دي بتبقى مخزنة في جسم الانسان بتبتدى بقى يحولها الى طاقة حرقية لما بيجي يتحرك ويبتدى يعمل الانشطة بتاعته. يبقى انا اقدر اقول كده بتصل الطاقة الشمسية الى الارض في صورة طاقة ضوئية وحرارية زي ما قلنا في بداية الحصة. النبات هيبتدى ياخد او يحصل على الطاقة الضوئية ويحولها الى طاقة كيميائية مخزنة في صورة مواد سكرية. لما بيجي الانسان يتناول الطعام بيستخدم بقى الطاقة الكيميائية المخزنة دي في الطعام عشان يحصل منها على الطاقة اللازمة للقيام بالانشطة المختلفة. طب تعالوا كده نشوف مثال تاني يا ولاد لو عايزة مثلا اسخن اناء من الماء على مثلا خشب. خشب بيحترق. طب انا الخشب ده هيجيب الطاقة بتاعته منين. اه هيجيب. الخشب ده كان ايه في الاساس? كان عبارة عن اشجار. خشب الاشجار. طب والخشب الاشجار ده او النبات ده جاب طاقته منين? احنا لسه بنقول اي نبات بيجيب الطاقة بتاعته منين من ضوء الشمس. فالنبات هنا هيبتدي يحصل على طاقة ضوء الشمس من الشمس ويبتدي خزنها برضو في صورة طاقة كيميائية. هاخد الاشجار دي او الخشب بتاع الاشجار ده هبتدي احرقه. هتتحول الطاقة الكيميائية المخزنة في خشب الاشجار الى الطاقة الحرارية اللي هتبتدي تسخن لي اناء الماء بتاعي. فهمنا كده يا ولاد يعني هنا الطاقة الضوئية القادمة من الشمس هي اللي هتساعد على نمو الشجرة. وهنفهمها اكتر لما نطلع على الصف الخامس ان شاء الله. رقم اتنين يا ولاد اثناء النمو ده الشجرة بتخزن الطاقة اللي هي الطاقة الضوئية بتاعت الشمس في صورة طاقة ايه? في صورة طاقة كيميائية. لما باجي احرق خشب الاشجار تبتدي بقى تتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة حرارية هستخدمها في تسخين الماء. تعالوا كمان نشوف مثال تالت مع بعض يا ولاد عشان نفهم اكتر سلسلة صور الطاقة. هنا في تشغيل مجفف الشعر او السشوار. احنا قلنا في البداية ان هو بيشتغل بالطاقة الكهربية وبيديني طاقة حرارية وصوتية وحركية. طب الطاقة الكهربية اللي اخدها السشوار جابها منين? هنقول كده تعالوا بقى كده ان يعرف اي جهاز كهرابي عندي بيشتغل بالايه? بيشتغل بالكهربة. طب الكهربة بتاعت البيوت دي جات منين اصلا? اه فيه ولاد قالولي ده من العلبة اللي على باب الشقة يا ميس. طيب العلبة اللي على باب الشقة جابت الكهربة بتاعتها منين? قالولي من العلبة اللي على باب العمارة والعلبة اللي على باب العمارة جابوها من علبة اللي على باب المنطقة بتاعتهم طيب بعد كده جابوها منين الولاد مش عارفين الكهرباء جات منين تعالوا بقى نعرف مع بعض الكهرباء دي أساسها إيه وجات منين أول حاجة عندي أنا عندي ضوء الشمس وإحنا قلنا إن ضوء الشمس ده مهم جدا طيب الفحم ده يا ولاد كان في الأساس عبارة عن أشجار الأشجار دي خادت ضوء الشمس وخزنتها في صورة إيه؟ في صورة طاقة كيميائية بدأت الأشجار دي تدفن تحت باطن الأرض ويبتدي ما يتكون ما يسمى بالفحم الفحم هنا مخزن الطاقة الكيميائية بتاعة الأشجار هبتدي أول محرق الفحم ده يا ولاد تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية طب أنا محتاجة الطاقة الحرارية دي في إيه؟ محتاجة الطاقة الحرارية في محطات توليد الكهرباء لأن زي ما هنعرف قدام شوية هي اللي هتساعد على تسخين المياه وخروج بخار الماء اللي هيشغل محطة توليد الكهرباء تمام يا ولاد؟ طيب وصلنا كده أن الطاقة الحرارية دي هتبتدي تشغل محطات توليد الكهرباء عشان من إسمها كده هي اللي هتولد الكهرباء بتاعتي يبقى إذاً الكهرباء بتاعت البيوت دي بتيجي من محطات اسمها محطات توليد الكهرباء؟ هقولك آه وإحنا عدينا محطة شهيرة جداً في أسوان يا ولاد بنبتدي ناخد منها الكهرباء اللي بتوصل للمحافظات المختلفة يبقى تعالوا كده نقول مع بعض تاني أن الأشجار خزنت ضوء الشمس في صورة طاقة إيه؟ طاقة كيميائية اتدفنت بقايا الأشجار دي بعيد عن سطح الأرض من ملايين السنين فكونت حاجة تسمى إيه؟ كونت ما يسمى بيه الفحم عند حرق الفحم في محطات توليد الكهرباء هنا بقى تتحول الطاقة كيميائية إلى طاقة حرارية ومن ذلك تتحول الطاقة الحرارية في محطات توليد الكهرباء إلى الطاقة الكهربية اللي بتدي قلقها بقى في صورة أسلاك والأسلاك دي يكون مصنوعة من النحاس عشان النحاس بيوصل الكهرباء ويبتدي بقى المجفف بتاعي يحول الطاقة الكهربية اللي جات له أو اللي دخل ليه إلى طاقة حرارية وصوتية وحركية أظن كده أخدنا كام مثال يوضح سلسلة تحولات الطاقة زي ما احنا شوفنا فبيسألني سؤال بيقول لي علل لا تصل كل الطاقة التي تدخل سلسلة صور الطاقة إلى الجهاز أو تستخدم كما نريد يعني ايه كلام ده يعني هنا الطاقة الكهربية اللي دخل يا ولاد بتخرج في صور متعددة زي ما شوفنا المجفف بياخد أو بيستهلك أو الطاقة الدخلة ليه الطاقة الكهربية ويبتدي يحولها لي إلى ثلاث أنواع من الطاقات طاقة حرارية طاقة حرقية طاقة صوتية تمام طيب أنا دلوقتي المجفف ده أنا محتاجة الطاقة اللي أنا محتاجاها منهم ايه هي الطاقة؟ طاقة الحرارية اللي هتجف في الشعر بتاعي طيب أنا محتاجة يا ترى الطاقة الصوتية اللي بتخرج منه؟ لا يبقى النوع ده اسمه طاقة مفقودة أو مهدرة أنا ما باستفدش بيها طيب الطاقة التانية أي طاقة غير الطاقة الأساسية بتاعة الجهاز اللي أنا صنعها عشانه هتسميها طاقة مهدرة أو طاقة مفقودة تعالوا بقى نجاوب على السؤال بتاعنا اللي هو كان بيقول علل لا تصل كل الطاقة التي تدخل سلسلة صور الطاقة إلى الجهاز أو تستخدم كما نريد هقوله لأن جزءا من الطاقة دي جزء من الطاقة الدخلة دي هيتصرب في كل حلقة من حلقات السلسلة على هيئة صور أخرى لا يستخدمها الجهاز في أداء وظيفته الصوت مثلا اللي خارج من الخلاط احنا قلنا الخلاط بيستخدم الطاقة القهربي طيب بيتحول إلى طاقة إيه؟ تحول إلى طاقة حركية وصوتية وحرارية هل الصوت اللي بيخرج من الخلاط أثناء تشغيله؟ هل هنا أنا باستفد بيه؟ لا يبقى ده نوع من الطاقة المفقودة أو المهدرة بس معظم الطاقة المفقودة أو المهدرة بتكون في صورة طاقة حرارية معظم صور الطاقة المفقودة أو المهدرة بتكون في صورة طاقة إيه؟ طاقة حرارية تعالوا بقى مع بعض يا أولاد نشوف فقرة سؤال وجواب السؤال الأول بيقول لي أكمل ما يأتي رقم واحد عربية التحكم عن بعد كيرو سيتي صممت لاستكشاف نقط احنا اصلا صممنا الروبوت ده يا ولاد عشان يستكشف مين عشان يستكشف كوكب المريخ رقم اتنين بيقولي السيارات التي يتم التحكم فيها عن بعد تستخدم الطاقة نقط ها بتستخدم الطاقة ايه بتستخدم الطاقة الكهربية اللي بتيجي من البطاريات اللي كانت مخزنة ايه اللي كانت مخزنة طاقة كيميائية رقم ثلاثة تنتج الخلايا الشمسية طاقة تنتج الخلايا الشمسية طاقة احنا عارفنا ان الخلايا الشمسية بتحصل على ضوء الشمس للطاقة الدخلة لها وبتحولها الى طاقة كهربية يبقى بينتج منها طاقة كهربية رقم اربعة يبعد كوكب المريخ عن كوكب الارض مسافة احنا عارفين ان كوكب المريخ بيبعد عن الارض مسافة كبيرة جدا 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 حوالي اربعة وخمسين مليون كيلو متر رقم خمسة الطاقة النتجة من العزف على الجيتار تسمى طاقة انا دلوقتي بعزف على الجيتار ياولاد ايه الطاقة اللي بتخرج منه الطاقة النتجة اللي منه ايه جيتار يعني اداة موسيقية يعني انا بسمع منه صوت يبقى الطاقة اللي خارجة منه او الناتجة منه بسميها طاقة صوتية كمان بيقول يتم تحويل الطاقة الكهربية في الخلاط الكهرابي الى طاقة حرقية ونقط عايزة كده احنا قلنا الخلاط الكهرابي بيستخدم الطاقة الكهربية بيحولها الى طاقة حرقية في طاحن التوابل بتاعتنا وكمان بيخرج عنها ايه طاقة صوتية وطاقة حرارية خد بالك الطاقة الصوتية والطاقة الحرارية نوعين من الطاقات المهضرة او المفقودة اللي انا ما بستفدش بها رقم اتنين الطاقة النتجة من جهاز تسمى المخرجات بينما الطاقة المستهلكة بتسمى نقطة احنا قلنا اي جهاز بيحتاج لطاقة داخلة مدخلات وهو بيخرج طاقة اسمها طاقة المخرجات طيب ان الطاقة النتجة من الجهاز سميناها المخرجات طيب الطاقة اللي بيستهلكها الجهاز بتسمى ايه بتسمى المدخلات رقم ثلاثة تتصرب بعض الطاقة في صور اخرى غير مستخدمة وتسمى نقطة احنا اتفقنا ان الطاقة الداخلة جزء منها بيخرج في صورة طاقة انا ما بستخدمهاش وما بستفدش بيها بتسمى ايه بتسمى طاقة مهضرة او طاقة مفقودة رقم اربعة معظم الطاقة المفقودة تتصرب في صورة نقط معظم الطاقة المفقودة تتصرب في صورة احنا قلنا معظم الطاقة دي هتتصرب في صورة طاقة حرارية لو انا كده لمست اي جهاز كهرابي بس بعد تشغيله وبعد فصله من الكهرباء هلاحظ انه هو سخن حتى لو انا مسكت الموبايل وتكلمت فيه فترة كبيرة يا ولاد حس ان الموبايل سخن سخن ليه؟ لان جزء من الطاقة بتاعته راح لإيه؟ او تحول لإيه؟ تحول الى طاقة حرارية رقم خمسة تحصل الاشجار على الطاقة نقط الصادرة من الشمس تحصل الاشجار على الطاقة نقط الصادرة من الشمس طبعا احنا عرفنا ان الاشجار دي نباتات وتحصل على الطاقة الضوئية الصادرة من الشمس وتخزنا في صور الطاقة كيميائي بيقول لي دعا كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة بيقول لي لا تحتاج الاجهزة الى طاقة لتشغيلها احنا عرفنا ان الاجهزة هل هي مش محتاجة الطاقة عشان اقدر اشغالها؟ لا أي جهاز محتاج لطاقة عشان أقدر أشغله يبقى إذن العبارة الأولى هي عبارة خاطئة رقم اتنين تخزن بطارية سيارة اللعبة طاقة كيميائية بداخلها احنا عرفنا أن البطارية دي عبارة مخزنة طاقة كيميائية تبتدي تحولها إلى طاقة كهربية عند مين؟ عند تشغيل السيارة بتاعته يبقى إذن العبارة هنا عبارة صحيحة رقم ثلاثة يمكن أن تتحول الطاقة في الأجهزة من صورة إلى أخرى احنا عرفنا الجهاز بيشتغل بنوع من الطاقة ويبتدي الجهاز بتاعه حسب الوظيفة بتاعته يبتدي يحولها إلى صور أخرى من صور الطاقة إذن هنا العبارة عبارة صحيحة رقم أربعة لا تحتاج عربة استكشاف المريخ إلى مصدر للطاقة لكي تعمل احنا قلنا أي جهاز خلاص اتفقنا أنه هو محتاج لطاقة هل هنا عربة استكشاف المريخ مش محتاجة لمصدر للطاقة؟ لا طبعا دي محتاجة لمصدر للطاقة وعملنا لها مصدرين للطاقة إما بطارية طويلة الأمد أو الألواح استخدام الألواح الشمسية اللي هتحول ضوء الشمس إلى الطاقة القهربية إذن العبارة رقم أربعة عبارة خاطئة معظم سلاسل الطاقة تبدأ بطاقة القمر زي ما احنا شفنا كده الأمثلة بتاعتنا في سلاسل الطاقة يا ولاد كانت هل يطلب تبدأ بطاقة القمر؟ ولا كانت بتبدأ بطاقة الشمس؟ يبقى هنا العبارة عبارة خاطئة احنا قلنا أن الشمس دي بتمدين بنوعين مهمين جدا من الطاقات هي الطاقة الضوئية والطاقة الحرارية إذن هنا معظم سلاسل الطاقة بتبدأ بطاقة الشمس وليس القمر رقم اتنين الطاقة الناتجة عن الراديو هي الطاقة الصوتية طبعاً أنا ما بشغل الراديو بسمع الكلام أو الحديث اللي بتحصل فيه الراديو إذن هنا فعلاً أن الطاقة الناتجة عن الراديو هي الطاقة الصوتية يبقى العبارة عبارة صحيحة تلاتة من مخرجات الطاقة في البيانو الطاقة الكيميائية البيانو زي ما قلنا طاقة أو البيانو هنا من الآلات الموسيقية فبينتج عن تشغيله أو عن استخدامه الطاقة الصوتية وليست الطاقة الكيميائية يبقى إذن من مخرجات الطاقة في البيانو الطاقة الكيميائية هنا العبارة عبارة خاطئة دي عبارة خاطئة يا ولد عند تشغيل مجفف الشعر يستهلك الطاقة الكيميائية من الشمس إحنا بنستهلك الطاقة الكيميائية من الشمس لا طبعا ده إحنا بنستهلك الطاقة الضوئية من الشمس يبقى إذن العبارة رقم أربع عبارة خاطئة بيقول لي هنا إذكر تحولات الطاقة عند احتراق خشب الأشجار لما يجي أحرق خشب الأشجار يا ولاد عايزين بقى نشوف تحولات الطاقة تعالوا نشوف كده مع بعض خشب الأشجار هنا مخزن إيه؟ مخزن الطاقة الكيميائية هو خد في الأول خالص الطاقة الضوئية بتاعة الشمس خزنها في صورة طاقة كيميائية بعد كده لما بحرق الخشب ده يا ولاد بتبتدي تتحول الطاقة الكيميائية دي إلى طاقة حرارية سؤال آخر بيقول لي اكتب المصطلح العلمي الطاقة التي يتم تخزنها في البطاريات الطاقة التي يتم تخزنها في البطاريات طبعا هنا الطاقة الكيميائية الطاقة الكيميائية جهاز يقوم بتحويل طاقة الشمس إلى طاقة كهربية جهاز يقوم بتحويل طاقة الشمس إلى طاقة كهربية طبعاً إحنا هنا عارفين إن هي الخلايا الشمسية رقم ثلاثة الروبوت المستخدم في اكتشاف كوكب المريخ الروبوت المستخدم في اكتشاف كوكب المريخ طبعاً هنا اسمه إيه؟ عربة استكشاف المريخ كيرو سيتي بيقولي حدد نوع الطاقة في كل مما يلي الطاقة المخزنة في البطاريات يا طرى نوع الطاقة هنا هيكون إيه يا ولاد؟ طبعاً الطاقة المخزنة هنا هتكون طاقة كيميائية رقم اتنين الطاقة الدخلة للألواح الشمسية الطاقة اللي دخلة للألواح الشمسية المدخلات يبقى هنا الطاقة الضوئية بتاع الدوء الشمس رقم ثلاثة الطاقة اللازمة لتشغيل العربة كيرو سيتي كيرو سيتي محتاجة للطاقة إيه؟ محتاجة للطاقة القهربية رقم أربعة طاقة نجة عن الطائرات التي تعمل عن البعد يبقى هنا باستخدم الطاقة الناتجة خد بالك الطاقة الناتجة منها يبقى الطاقة الحركية بيقول لي لا تستخدم عربة استكشاف المريخ البطاريات قصيرة الأمل كمصدر للطاقة وضح السبب احنا عرفنا طبعاً أن المريخ ده بيبعد مسافة كبيرة جداً عن كوكب الأرض فهنا بيقولك لأن كوكب المريخ بيبعد عن كوكب الأرض مسافة كبيرة للغاية فعند نفاذ الطاقة من البطارية لنجد مكاناً على سطح المريخ لشراء بطاريات جديدة أو شحنها طبعاً البطارية هنا لو أن استخدمت بطارية قصيرة الأمد هتخلص بسرعة طب أنا أشحنها منين؟ طبعاً ما فيش مكان في المريخ إن أنا أشتري منه بطاريات أو أشحنها إزاي؟ مش هينفع فعشان كده إحنا بنستخدم بدلها بطاريات طويلة الأمد بيقول لي أنظر إلى الصورة ثم أكمل الجمل التالية الجهاز الموجود بالصورة يسمى الجهاز ده عبارة عن إيه؟ دي عربة استكشاف المريخ اللي سميناها عربة كايروسيتي بيتم التحكم في الجهاز ده عن إيه؟ طبعاً عن بعض بقدر أستخدمه من عن بعض وقدر أتحكم فيه وظيفة الجهاز هي استكشاف كوكب نقط الجهاز ده كنا عملينه عشان نستكشف به كوكب مين؟ كوكب المريخ سؤال آخر بيأولاد بيقول لي ماذا هيحدث عند تناول الطفل للطعام ثم ممارسة رياضة الجري من حيث تحولات الطاقة عايزين كده نشوف تحولات الطاقة لما الطفل بيتناول الطاقة ويبتدي يجري الطعام ده يا أولاد بيخزن طاقة ها طاقة إيه؟ طاقة كيميائية ويبتدي تتحول الطاقة الكيميائية دي إلى طاقة حركية أثناء الجال سؤال آخر يا أولاد بيقول لي أكمل المخطط التالي مديني صورة للمصباح الكهرابي وعايز يعرف الطاقة الداخلة المدخلات والطاقة النتجة طبعا المصباح الكهرابي بيعمل أو بيستهلك أو المدخلات بتاعته بتكون طاقة كهربية طيب المصباح الكهرابي إيه نوع الطاقة إيه اللي هيحولها؟ هيحول الطاقة الكهربية دي إلى طاقة إيه؟ طبعا من المصباح بيدي نضوء يبقى هي ديني طاقة ضوئية طيب إيه تهيني غير الطاقة ضوئية؟ طيب إحنا لو لمسنا المصباح ويليت ما نعملش الحركة دي أولاد عشان ما نتأذيش هنلاحظ إن المصباح ده تسخن بعد التشغيل بفترة يعني هي ديني طاقة حلالية يبقى إذن الطاقة الكهربية هنا جزء منها اتحول إلى طاقة ضوئية وجزء آخر اتحول إلى طاقة حرارية في المصباح الكهرابي كمان هنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما يلي تساعدنا نقاط صور الطاقة على فهم وتتبع مصارات الطاقة يطرى بتساعدنا البطاريات ولا الفناء ولا مصادر ولا سلاسل صور الطاقة احنا عرفنا كده من خلال سلاسل صور الطاقة ادرنا نفهم ونتتبع مصاري الطاقة بيبدأ منين وبينتهي فيه اتنين بيقول لي يخزن الطعام طاقة نقط تنقل للجسم عند تناوله يطرى للطعام هنا بيخزن طاقة ايه؟ بيخزن طاقة حركية ولا كيميائية ولا ضوئية ولا كهربية الطاقة النتجة من الجرس الكهرابي طاقة طبعا الجرس الكهرابي هنا بينتج عنه يطرى طاقة صوتية ولا حركية ولا ضوئية ولا كهربية طبعا الجرس بيعمل صوت يعني بينتج منه صوت لما بحطي ايدي كده على الكبس الكهرباء بتاعه بيبتدي يحول ايه؟ يحول الطاقة الكهربية الى طاقة صوتية يبقى الطاقة النتجة من الجرس الكهرابي هي الطاقة الصوتية يعتبر الصوت الناتج من استخدام مجفف الشعر نقط للطاقة يا ترى هنا الصوت اللي خارج من مجفف الشعر بيعتبر فقدان للطاقة ولا مصدر للطاقة ولا من متخلات الطاقة ولا جميع ما سابق لا نركز كده مع بعض انا مش عامل المجفف عشان اسمع الصوت بتاعه مش ده الهدف منه اذا الصوت او الطاقة الصوتية النتجة من تشغيل مجفف الشعر بتعتبر فقدانا للطاقة كده تكون حلقتنا انتهت النهاردة يارب يكون الدرس سهل وبسيط وقدرنا نفهمه ان شاء الله نلتقي مع بعض في حصة قادمة من حصة مادة العلوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته